نادي الأهلي يعني حقق المطلوب لغاية دلوقتي نادي الأهلي متصدر البطولة 56 نقطة 18 فوز 20 مباراة أعتقد نتيجة هيلة في ظل الظروف اللي بتمر بيها الرياضة المصرية بشكل عام أو مصر بشكل عام الظروف صعبة بتمر بيها كل اللعبين وكل الأجهزة الفنية لأنه 3-4 شهور توقف بس أنت بتأكيد تور مشوارك واجهته في النادي الأهلي واجهنا ظروف صعبة ولكن أنك تقعد فترة طويلة قوي كده 3-4 شهور أعتقد نها مفيش جيل ممكن في مصر يمكن الفترات بس بتاعت الحروب هي ممكن لكون حصلت أو الفترة بتاعت الصورة أعتقد هي اللي حصل فيها كده ولكن فترة طويلة على اللعبين الإصابات بالتأكيد لازم تبقى فيه إصابات لأنه التوقف مفيش استمرارية في بطولة الدورة في المباريات وبالتالي طبيعي جدا الاستعدادات ما بتبقاش بشكل جيد أي أن كان الاستعداد اللي بيه موجود من مدير الفني ولكن بتبقى فيه صعوبة استعادة المستوى الفني والبدني مرة تانية بشكل أو بنسبة 70-80% لعين الأهلي بيستعد أو بيستقبل أو بيجهز نفسه المطش الزمالك بشكل مختلف عن بقية المطشات بالتأكيد يعني مباراة الأهلي والزمالك دايما بيكون فيها استعابات خاصة نفسية ومعنوية لأنه استقبال الجماهير لها نتيجة المباراة وأداء اللعبين بيفرق كتير جدا جدا مع كل اللعب يعني مباراة الأهلي والزمالك بتصنع نجوم وأحيانا يعني بتقضي على نجوم أو لعبين يعني وبالتالي مباراة مهمة جدا الشحن كمان المعنوي من الجماهير الفترة الأخيرة على السوشال ميديا وفي الشارع الرياض المصري خاصة في هذه المباراة لما تكون نادي الأهلي متصدر خلاص بنسبة كبيرة جدا إن شاء الله نادي الأهلي حسن بطولة ولكن موراد إليها طبيعة خاصة دي برى البطولة بطولة جوة البطولة طبعا برى البطولة ولكن أعتقد إن نادي الأهلي إن شاء الله قادر رغم صعوبة الموقف رغم إنه الإصابات كتيرة جدا وإصابات مؤسرة يعني الحقيقة أنا بستغرب جدا إنه الناس بتقول إنه يعني رمضان ممكن ما يكونش فارق أو إصابة حسين الشحات وابتعادوا عن ملعب كهرباء محمود متولي لا فيه لعبين مؤسرين بالتأكيد واللي ينكر ده أكيد يعني مش شكل المواضيع لازم تكون بمنطقية على الأقل لحين تجهيز لاعب بديل ليقدر يسد هذي المساحة ده معنا إنه فرص شايف إنه فرصنا في بطولة أبطال دولي الأبطال بقت أصعب شوية بتأكيد بقت أصعب شوية ولكن إن شاء الله النادي الأهلي قادر يعني دايما بنقولي الأهلي بمحاضر لأنه النادي الأهلي فيه جزء كبير جدا جدا من شخصية النادي الأهلي بتؤثر كتير جدا في نتاج أحمد بمعنى إنه مش بس الأداء الفني هو اللي بيفرق فيه روح قتالية عالية جدا جدا شخصية البطل شخصية اللي ترب عليها أنا بتأكيد من الشخصية دي يمكن بتطلع يعني في المطشاط السهلة أو المطشاط اللي ما فيهاش حالة تحدي كبير أو في ظروف طبيعية أو قائمة مكتملة مثلا أو اللعيبة في أعلى حالة ما تلاقيش شخصية البطل دي لكن بتطلع في الوقت اللي بحيث إن فيه تحدي كبير قدامك يعني معدن الحقيقي بيظهر في وقت الشدة داي صحيح وده اللي بنشوف نادل أهلي في كل البطولات يعني علشان كده جزء كبير جدا من الناس بيقولوا أنه لا رمضان مش هأثر لا حسين غياب مش أثر لا أيا كان الاسم بيطرح ولكن لا بالتأكيد حيتأثر المدير الفني الموجود لازم يكون عنده بدائل فيلر لازم يكون عنده بدائل بالتأكيد لمبارات الزمالك والاستعداد الأكبر إن شاء الله إن شاء الله للبطول الدوري أبطال أفريقيا نفسنا إن شاء الله للأهلي ترجع البطولة تانية للنادي الأهلي بقى أنا كتير أو الحياة ما حصلناش عليها والنادي الأهلي زعيم القارة في البطولات الأفريقية أتمنى إن شاء الله إن استعدادنا لمبارات الوداد المغربي مبارات صعبة جدا جدا يعني هنكلم عنها بالتأكيد ولكن خلينا في مبارات الزمالك هتبقى مباراة على المستوى يعني المستوى النفسي والمعنوي أكتر شوية إن شاء الله للناس الموجودة أعتقدني فيه بدائل جيدة ولكن المشكلة الكبيرة إنه لا قدر الله تحصل إصابة لبعض الأسماء اللي ممكن تبقى موجودة لأنه أعتقد فيش بدائل كتيرة تانية برة ممكن تسد المجموعة اللي هتلقى لا قدر الله لا قبل المطش ولا حتى أثناء المباراة يعني إحنا اللي عندنا الحقيقة عملية الاستشفى بس والعملية إحنا النهاردة تطمننا على جرالدو وعلى الشيخ إن شاء الله إن شاء الله وموجودين في حسابات فيلر على أقل تأدير يعني إن شاء الله نتمنى ده طب أفريقيا بتشوفها إزاي يعني يا مصر أفريقيا